مرحبا بك أهلا وسهلا السيامين مرحبا بك حمد الله وشكرا على الاستضافة صباح خير سيم محمد ومشي مباشرة نبدأ بلاكتواليتي قضية التآمر على الأمن الدولة تقريبا أنت أولى الشخصيات السياسية التي توجهت لهم هذه التهمة قبل حملة الإيقافات هذه وبراتيكمان نسكولت له وش حط على اسمك في الآوينة الأخيرة هذه كيف تتابع هذا الملف والله يشوف سيمين نقعد في منطقة سياسية محترمة بانشغال كبير كما تقول بيان يزارة الخارجية ما معناه يعني احنا نراه اليوم سياسيين توقفوا بالطريقة اللي يرينها سمعنا المحامين متاحهم يتكلموا على الإجراءات هذا كله يخلينك صحفي كما سيارتك يسألني يعني ما نجبووش نجيوب وخضر كم ش نجيبوش اليوم فما واحد خرج من الطرف الرسمي يعني وزارة داخلية نيابة عمومية وزارة عدل سيد وكيل جمهورية تكلم قال علاش الناس ما توقفوا سمعنا كذلك اللي توقفات هذي يعني كل واحد وموضوعه واحد موضوع إرهاب والاخر موضوع قضية فساد مالي شهداء وناس فساد مالي يعني هذي اللخبة اللي تواعيشينها لحقيقة ما النجم تزيد إلا تأزم الأمور السياسية ما ننساوش اللي فما العالم زيداء قاعد يغزرنا هل أنت خايف فضل عبد الكافي؟ أنا من إيش خايف سي محمد؟ أنت ولد عائلة بكش متعود به هذي أنا شوف سي محمد قال قبيل المترسية لا 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 شوف سي محمد أنا الوالدة اللي يرحمها ونعمها حلمتنا اللي تربينا كي الناس وخير من الناس وأقل من الناس والناس كله ولد عائلة ما نقومش الصباح متذكرش كون جدي يا جدي الله يرحمه ينعمه شيخ الفاضي بن عشور في قبره عمل اللي عمله كان من مؤسسي الاتحاد اللي عم تنصير الشهر كان مناضل كان أول رئيس الاتحاد كان مناضل كان علامة في الإسلام الله يرحمهم ونعمهم ولكن ما نقومش كل يوم الصباح نعتبر اللي عمله جدي ذاك أنا ناخذه بالعكس ولهذا الناس كله ولد عائلة أنا نجاوبك بكل صراح ما نيش خايف ما نيش خايف علاش خاطر ما نيش نعم في السياسة مخبي في بلاس ما نيش نعم في السياسة في غرف مظلمة ما نيش نعم في السياسة في كواليس نعم في السياسة عالنا أنا رئيس حزب سياسي محترم وعمره حداشن سناء الناس تحبوه ونحبوش موضوع آخر أفكارنا تقنع ما تقنعش موضوع آخر ولكن أنا كي دخلت للسياسة دخلت من الباب اللي نازم الناس تدخل فيه للسياسة أنا كنت في المجال الخاص تعرف خمسة وعشرين سنين خدمت تونس أنا قريت في تونس في المدرسة ابتدائية ومشيت خمسة سنين قريت في الخارج ورجعت خدمت حياتي كاملة في تونس ونعتبر روحي نعرف تونس ونعرف مشاكل الاقتصادية متاع شركاتنا ومع متاع الاقتصاد وغيره وغيره جاني فرصة تاريخية اللي هو كان تشريف ولكن تكليف بش نكون وزير في حكومة وحدة وطنية ومحلاها كالكلمة اللي ذكرتنا في حكومة جبهة حكومة الوحدة الوطنية الأولى مع الرئيس بورقيبة اللي دخل فيها الاتحاد ودخل فيها الحزب الشيوعي التونسي وغيره وغيره للأسف قعتها 4 تنشهر فقط واستقلت ورجعت من باب السياسة مانيش متخبي مانيش خايف أنا طارح أفكاري للتونسة وندور من بلاسة البلاسة كنت في جهة غطان القبلي نهارة السبت وذي فرصة تشكر أهالينا في قليبيا كنت في بني خلاد ماشي لجنوب التونسي بسياسة ببرزانة نحكيوا لولاد بلادنا على مشاكلهم ولكن على الحلول الممكنة كذلك سياسي محمد نسمع في الناس خذانك تحبني كسياسي نحكي في الحليب ونحكي في السكر ونحكي في المالية العمومية ونحكي في الدواجن السياسة ومهندس تزيد تفرح لن تقول فما مستقبل خاطر هما ليغضوا بشي هزوا الحزب ولا بشي هزوا أفكار الحزب للعشرة سنوات خمساش سنة القادمة سيد فاضل فيما يتعلق في جواب وانه قلت انتي مانش خايف مانش خايف لكن راو فما مناخ عام اليوم فما مناخ لي هو يسوده الخوف حتى على مستوى التعليق السياسية بعد الحملة ولا غيره قاعدين راو أنه فما شح في التعليق السياسية لهذا طبع انتي عندك عائلة العائلة اللي مربوطة بك العائلة السياسية وإلا العائلة القريبة خايفين عليك ولا لا هي سيامين قبل العائلة السياسية عائلتك أولا وراو ما تدخل في مجال السياسي إلا ما تاخو خلينا نقولوها الكلمة الإذن من زوجتك وتاخو شوية الإذن من أولادك ومن والدك ومن خوك ومن أصدقائك اللي هما أكثرهم الحقيقة يقولوا انتي عليش هكذا تعم في هذا انتي تحس دي بش تبدل تونس كيف يسلوكس ولا ذا تتحرج خاطر كان جابيه أنا توا نحب نبدل تونس تحس كنو فما غرور وكان الجاب تقول لنا والله أنا عم فيها يعني نسخيبها فسحة يقول لك لو ايش تعمل فيه ولهذا ترخيصي ذوما أنا اخذيته من عائلتي مقلق عائلتي وفما شتمو واليوم اللي لنا في جمهورية الفيسبوك يعني اليوم حتى القضاء لي توا سيد الرئيس يحكي عليك وظيفة يعني كنا عايشين نوعا ما كان القضاء وظيفة والفيسبوك هو الحقيقة السلطة. كما كنت نسمع فيك سي محمد تحكي. ثم كلام قاعد يتقال وثم تهجم على شخصية وطنية وعلى أحزاب وعلى ناس كما انتم صحفيين. يعني التجني على الناس مش باهرة. واليوم تقول لي انتي مش خايف. انا كشخص مش خايف خطر نعرف عندي ضميري مرتاح سعوالا. نعم في السياسة نعتبر روحي التعريف متاعها هو الحماس وانا متحمس. والتمكن والصدق. الصدق يعني تقول انا قاعد نقول برشة مرات في حقيقة التوانسة. الان تقول لي اسكوا التوانسة لكل خايفين هنا منهم. اي خايفين على مستقبل ولادنا. انا مذابية ولادي يخدموا ويقرأوا ويقعدوا في تونس. كمان اعشت. مذابية المهندسين التوانسة اللي يمشيوا ويرجعوا لتونس يخدموا. مذابية الطبة اللي خرجوا نص. يعني قتل اليوم تدخل في سبيتار في باريزة. نص الطبة رغم توانسة. تقرأ لا فيش متاع سبيتار داخل فيها اسامين كلهم توانسة. مذابية الناسة ذوما ترجع لتونس. وفما امكانية وفما امل. ولكن الحقيقة بترتيب البيت. بما ندخلوش في منطق اللي نتزايده على بعضنا في الوطنية. نتزايده على بعضنا في حب البلاد. نتزايده على بعضنا في الاسلام. هذي الكلو لازمنا نتعديه. فما برشة كلام اه مخطر قاعد يتقال. وقاعد يتقال على الفيسبوك. والحقائق رأي ما هيش فيسبوك. الحقائق هي قضاء. هما قضاء التحقيق هو تمشي امام القضاء. ومن علموش على الناس اللي هما اجرموا في حق حد. اقبل ما يمشيوا ويتحاكموا محاكمة عادلة. هذي القاعدة في الدنيا. مش القاعدة في تونس. سي الفاضل يا رجل السياسة موشي محلل موشي كرونيكا. صحيح. اذا تسمح لي وطول بالك علي امين. عندي وقائع محدة. لنقول لي اسمعنا. فما ناس يمكن توافقك افكارك. فما ناس يقول سمحني الكلام سهل. معقول. انا مش نعرض ليك وقائع محدة. وانت يقول لي كيفاش يعني لو جاءت بيتك السلطة كيفاش تتصرف. في ملف امير ابو راوي الناشطة الجزائرية. لو جاء بيتك القرى هل كنت تسمح بمغادرتها للبلاد التونسية نحو فرنسا قبل موثولها في الجلسة الثانية امام المحكمة. شوف محمد امير ابو راوي مثلت امام قاضي تحقيق تونسي او قاضي تحقيق تونسية. وقاضي التحقيق تونسية رجعت لها الباسبور وقتلت نجمة سافر. بعد امن وقفها. وقعد يتفوض معها. ومن بعد دخلت نتصور انا ما هيش معلومات اللي عندي. ضغوطات ديبلوماسية. من زوز بلدان. وفي اخر المطاف رجعت لبلادها اللي هي فرنس. انا كي نحكم تونس ما ندخلش القضاء سي محمد. كي نحكم تونس ما ندخلش القضاء. القاضي هو اللي شد هو اللي سي. والبوليسية والعسكر وكل ما اه اسلك اللي يهمك اللي فما ضغط من فرنسا او ضغط من الجزائر. تحبت تسير بلاد بطريقة. انا ما انا منشلي القضاء وظيفة. القضاء هي السلطة. وفما السلطة التنفيذية وفما السلطة التشريعية. نجم نحكي على دستور 22 مطورا في الموضوع هذي. انا كرئيس دولة عمري من الدخل في القضاء. واضح لو جيت انت تحكم في البلاد هل كنت تخلي وزير الخارجية اللي تم تقالته عثمان الجرندي يمشي ليبيا يحضر في اجتماع تشاوري قاطعته مصر والسعودية والامارات وجامعة الدول العربية. هل كنت تقبل شاحنات ليبيا تدخل بالسميد والزيت وتتصور بالدران. الوزير الخارجية ما يمشيش في حتى لقاء خارجي ما غير تنسيق مع رئيس الدولة. خاطر في الدستور التونسي وفي دستير برشا بلاد المسؤول الاول على الدبلوماسية هو رئيس الدولة. وحتى في دستور 2014 كانت تنسيق الوحيد خاطر احنا المشكلة في 2014 اللي رئيس الدولة منتخب بطريقة مباشرة من الشعب ولكن الصلحيات الوحيدة اللي عنده هو يسمي وزير الدفاع وزير الخارجية. ولهذا انا من يعمل حتى شيء من غير ما يتشاور مع رئيس الدولة وحضوره كان غالط نتصور اللي كنت تفضل التحكيد به. الان اه سي محمد انا راني واقعي و وبراجماتي ومن حبش الكلام في يعني الانشائيات. كي جينا اعانات من اليابان وكي جينا اعانات من الاتحاد الاوروبي حت حد ما هو متقلق. كي جينا اعانات من الشقيقة ليبيا تولي فيها قضية. القضية هذه ناتجة لحقيقة ملونة منيش اه رجل سوسيولوج ولكن ميسارش ناتجم ندخل في الميدانة ذا. فما كنعم التقلق يعني شو عناها الليبي يعاون فينا. شو العجب الليبي يعاون فينا. هنحن عاونها. هنحلين نحن بلادنا. هنحلين حدودنا ودخلوا مليون ونص ليبي. هؤل مليون ونص ليبي يستعملوا في الدعم التونسي. هؤلين ونص ليبي يقرروا ولادهم وعاودنا حالينا مكاتب. هؤلين ونص ليبي بدخلونا بعد الثورة متاحهم. وحتى حد ما تلهاد بينا. تلهاد بينا شوية للسيارية. لأو كوميتي وريفوجي. قعدنا احنا نهزوا في ريوسنا وننفذوا. بامكانيات التونسة. ولكن هذاك حاجة عادية. خطر انت يتمشي لترابلس. اخي شون الفرق بين ترابلس ولا تونسي. يا اللهجة في ترابلس تقولوا روحك في تونس. والعكس بالعكس. انا اليوم ظرف تونس دقيق. اخواننا اللي بايك يبعثونا حتى عشرة كراءة بارك الله وفهم. مش عشرة كميون ومش عشرين ومش ثلاثين كميون. وما عنديش هذك كل كمبليكس دو سوپيريوريتي على حتى حد. احنا الاسف في تونس. ما زلنا نحتيو على اثيوبيا. نعلمهم التوانسة مثالش. اللي اثيوبين ارلاين اكبر كبانية متاع طيران في العالم. اه في افريق. احنا مازلنا وقفين في ويرد وورد عام اربعة وثمانين كيعملو لهم اغنية على المجاعة. اي راو اربعة وثمانين شيء والفهم ثلاثة وعشرين شيء. نحكيو على رواندا. اللي احنا كتوانسة دخلت لها تري سيتي. ولكن رواندا تقدمت. تقدمت بسيفة كبيرة وانا حلمي الرأي اليوم التلميذ التونسي يمشي بتابلات للمكتب انتاعه. اليوم في رواندا صارت. اليوم في رواندا صارت. رواندا اليوم كانت بلاد تكلم بالفرنساوي ردها رئيسة تكلم بالانجليزية. يعني اليوم ظرف تونس صعيب. الان اخوان الاشقاء في ليبيا صوروها بدرون وحبوا يعملو لها ماركتينج وبيعوها. الله غالب احنا شو احنا وصلنا رويحنا لهذا سينا. الاشقاء في المغرب. نعم. تقبل انه تكون طبيعة العلاقات اليوم بين تونس والمغرب على صورتها الحالية. سحبنا سافيرنا وسحبوا سافير. ما نقبلش ولكن احنا شو صار على المغرب. الناس كل تعرف اللي صار الوفد اللي جاء من تونس اللي هو ما كانش مستدعي للمؤتمر هذيك. وحتى اللي نقوله بالفرنسية يعني البلد الداعي لهذا المؤتمر اللي هو اليابان. ما كانش الوفد ذي على جبهة البوليزاريو ما كانش في القائمة. وجاءوا لتونس وخلقة مشكلة دبلوماسية كبيرة. اللي خرجنا من من الخط الدبلوماسي امتاعنا اللي عنا تقريب منذ خمسين سنة على موضوع هذي. يعني اليوم افتعال المشاكل الدبلوماسية في وضع تونس يعني كأننا سي محمد انها وشو ما قاد نحس. يعني كأنه مشكلتي هوني في الوسط وانا قعد اللوج على اليمين وعلي صار في مشاكل اخرى. يا يا سي محمد مشكلتنا اليوم تلميذي تخذ يقرأ ولا لا مية وخمسين الف تلميذ قاعده مدخلوش قرأوا. التونسي اليوم بعشرة دينارات في مكتوبه اللي يصرف كما يصرفهم اليوم كما يصرفهم البارح ولا عام التالي ولا عامين التالي قفة التونسي. بفور داشا. ما يشيروش بكو تخان. ما باهي. اه مشكلة التونسة اليوم كيمشي لسبيتار. السكنير يخدم. الطبيب موجود. مفرمي موجود. ليه هو موجود اما احنا احنا في مشكلة في تونس او اشنا. السكنير موجود والليارين موجود والدوبلير موجود. ولكن ما فماش اولا يكون يخدم علي في بعض الاحيان. ثانيا انتي كتشري سكنير. انا كنت اوزير ومساري خان سميها الشركة يعني اكثر المكينات اللي يركبها في سبيتاراتنا هي شركة امريكية بشاز مسميها في الاخرى. اي الشركة الامريكية كما تخلص هاش انت صيانة متاحة ما عشي جيك. انتي تمثل صفر فصل صفر 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 واحد من جملة المعاملات متاحة العالمية. هي توقف عليك انتي الصيانة تقفز بطاراتك. نفس الشيء في الدولة. نفس الشيء في النقل هذه مشاكل كرئيس دولة هذه مشاكل. انا اقوم اصباع ترانستوي. اللو مو علاها. او ترانستوي مزدتوش في التذكر. الترانستوي ما عطيتهم مش الامكانيات بشي بدلوا حفلات متاحهم. الترانستوي تشيولهم في حفلات قدم. وتحبوها تمشي مليئة. تحبوها تعمل كيلاراتي بيعني كرجي اوتونوم دي ترانسبورد باريزيان. اللي اللي يوم تقف في اي اه ستاسيون في اي بلاد في العالم يعطيك بالضخيقة او كيف تصل. وهذا ممكن. انا اشوف حكاية تربط حكاية. كي جيت انا نحكي مع اخ الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو لا انا وقتها مع سينوردين. سينوردين. سينوردين انا العلاقات مع الصداقات الباهية تبدأ بالعرك. وعملنا عركة هايلا يعني هايلا ممتزة. على الوكالة الدبغ. قلتوا يا سينوردين يسلح رايك. دولة تبيع في الدخان ودولة في الكونسير. راي ما تجيش عقلا بالعقل السليم. راي في علمك اللي قعدنا البلد الثاني مع كوريا الشمالية اللي عندنا الدخان. اليمن بيعت وتزير بيعت. وليبيا بيعت. ومصر بيعت. والمغرب بيعت. هاني مش نقارن قالك بلمانيا الفيدرالية. وبفرنسا مش نقولوش عادلي بيرالي. وكل بلون. هاني نقارن بالنس متواضعين كيف نحن. راي مليارات من الدينارات. ومليارات مليارات. يا سي نوردين. اعطيني نصف من ميزانية الدولة. نصف بشينا نركح الميزانية. شو معناها نركح. هاتو اللغة ولات كنت نحكي. يعني ننقص من المديونية. اعطيني نقطة. انا كنت في بالي بشتتبيع بسبعة الف مليار. اعطيني ثلاثة ونصف للميزانية. بش منزيدش نقترض. وثلاثة ونصف لأخرين نسمعني يا سي محمد. مليار دينار للصح. في صندوق. مليار دينار للتربية. مليار دينار للنقل. خمسمائة مليون دينار للحالة البيئية الكارثة. خاطر كتلك الناس اللي تحكينا على الدولة الاجتماعية. يخيشكم يحبش دولة الاجتماعية. وانا وانتي عشناها الدولة الاجتماعية. انتي قريت في مكتب ابتداي بعد دارك وانا كيف كيف. وانتي قريت في معهد اقرب واحد للدارك وانا كيف كيف. ومشينا في ترانسبورت بيبليك. وكيف مبعتاش وكالة تبغل. لا هنا عادة نمشي. انا قعد 13 شهر. لا وما زالت الصورة احلى. لا خاطر لازم شجاعة سياسية. ولازم يحد ما يخافش ولازم يحد يقنع ولازم يحد بيداغوك. خاطر انا عندي لزارجمون هارتها سينورتين اقتنعها ان شاء الله اقتنع. اسمعني خاطر الناس تحكي على الدولة الاجتماعية. تحب تعمل دولة اجتماعية يا رسول الله. لازم كل امكانيات. بداش تحكينا على دولة هي كاللغة هو جمال عبد الناصر. وما ادراك تراجع في به. ثاني شي محمد كنقول له احنا الوكالة دي تتبيع وما يخرج منها حد. ما يتطرد منها حد. هذي متاع الدولة كيفش تحب تتبيعها. كنقول انا نبيحها والتبغ. في فلاحة التبغ. خاطر عنا ماركة كبيرة يسر فامارس انترناسونال مطلوب. ما نجموش نسلهم بيعوه خاطر ما عاشي عنا التبغ. كزراعة الدبغ. لازم نجبرو المستثمر يعود فيها. كنزيدك الاداءات بش تزيد. خاطر اليوم الناس كل تعرفي ستين وسبعين في المئة من السوق هي سوق ما هيش سوق موازية. الدولة مش قادة تاخذ الخزين. يشكون خاصة رشبون ربح. وقت احنا ندعمه الدولة الاجتماعية اللي الناس كل وليسارة التونسي يحكي عليها. يحكي عليها ممكن بطريقة احلى من الطريقة متعينة. يحكي عليها بجمل اثخم. يحكي عليها بريفيرانسي ستوريك خير. ستالين ولينين وتروتسكي ومسال شانا وراو عندي الثقافة ذاية واي واحد كان عمره عشرين سنة ما كانش يساري. يعني انا بادي كنت نقرة وكنت يساري. كيف ما تبعتش سي الفاضل? شوف. يتقول لي مليار مليار للنقل. كيفاش عرف سمية مليون للبيئة. اش عاملت? اش عاملت? ما تبعتش خاطر ما فاماش شجاعة سياسية خاطر خاطر ما فاماش تمكن. خاطر ما فاماش عبد يحب يبدل تونس. خاطر ما فاماش واحد يصح احراسه. خاطر ما يجيوني يقولوني يعطينا انا اجزامبل نجح. سيمان نجح. سمحني. سيمان كان ملوث. سيمان كانش خلاص في اداياته كان عند الدولة. وسيمان مش خدمة دولة. دولة تمشي تلهاب مكاتبها وتمشي تلهاب بالصحة متاحة. دولة سيمان محمد سير في ميناتر في هي. تو هذا عقل عام الفين ثلاثة وعشرين. همدك دق. وحتى حد ما يخلص. حمام بنتي جديدي زادها. يعني هذي الكل هذي هي. هذا هو راوني يقولوك ينمشيوا للمواطنين. والمواطنين يوري يسمعون. سيفاظ. بش نرجع بعد شوية. ونتي شبطة على نوردين التبوبي والاتحاد العام تونسي للشغل. اليوم فاما مواجه بين السلطة وبين الاتحاد العام تونسي للشغل. ملف المؤسسات العمومية. ثم بش نرجع بعد شوية. زاد اللي اكتبها جون لوك ميلانشان. آآ على تونس. اللي هو وصفها بديكتاتورية جديدة. بعض الاخبار هانا رجعينا. مرحبا من جديد. موسين معكم حوارنا مع سيد فاضل عبد الكيفي رئيس حزب افاق تونس. نتعدى للعلاقة المتوترة اليوم بين الاتحاد والسلطة. ايقافات نقابيين. قاعدين نراو في محاكمات. فمشكون اللي موجود في السجن. فما يتعلق بملف المؤسسات العمومية. ثم اليوم جزء كبير من التونسي اللي يقولك اي اضرب. هذا كان اللي لازم يسير. الاتحاد هو السبب. هو وقت ذا متاع اضرباته الا لا. لو كان جيت في السلطة كيف تتعامل معادي السردية. شوف احنا اللي وصلنا لهذا هي عدم الصدق في الخطاب الرسمي السياسي وفي المفاوضات مع الاتحاد العام تونسي للشغل. انا كنت النجم منقول وقلت للاتحاد كي كنت في منصب وزاري مش من حبش نعطي من نجمش نعطي. اما كي تقول هالكلمة هذية لازم تقنع بها الناس. خاطر بربي نخرج من اللوجيك اللي الاتحاد يعني حد خارج علينا ولا مهوش تونسي. راهو الاتحاد تونسي كيفي كيفو. ووزير المالية راهو عنده الخزينة موجودة في بيرو الوزير راهو يدخل بها ويخرج. خزينة الدولة حاجة اي ماتيريال ومعندوش مفتاحها وزير المالي. اما ينجم يفسر للطرف المقابل راهو معندوش امكانيات. اما في عرض نقعدو في منطق هات نقسمو الفقر. هات نقعدو مع بعضنا خاط ناس تخمم راهو في الاتحاد. ويجا نشوفو كيفاش نقسمو الخير. خاطر نعاود ونقول ياسي محمد ياسي يمين. الخير تحت سقينا ونحن نهزو ننفضو. انتي كي تعمل ثلاثة مليون تن فصفات. واغتي فصفاتي لوحلك في ثلاثة مئة دولار في التورناتا. كان عملت عشرة مليون وهو ممكن يسر خاطر الاخوان المغار بيعملوا في خمساش. واحنا عملنا ثمانية عام ٢٠١١ معقول يعني عقلنا مش تعمل عشرة في ٢٠٢٣. خاطر اليوم الانتاج متاع الفصفات متاع ١٩ ١٩٩. اغطى بالبالة والبيوش راهو. مش بالكاتربيلار وبالمكيناتي هزو. بالبالة والبيوش توينسا وبعرقهم خرجوا ٣٠٠٠ مليون مطار. رحمل الله عدد الخدامة تضرب في ٣٣. تضرب سمحني سي محمد تضرب بتعدى من ٦٠٠٠٠٠٠. قسمنا البرودوكتيفيته برديس. مش مشكلة دفع الله مكان عظم. صار لي صار. طيب شعملو. هات ننجو يا رسول الله. انتي ماك محاسبس يا محمد. عشرة مليون تن في ٣٠٠٠٠ دولار. تبقاني معه من. لا لا انتي محاسب انتي ٣٠٠٠ مليون تن في ٣٠٠٠ دولار يجوك ٣٠٠٠ مليار دولار. تقريب مرتين اللي بش تعطيهولك صندوق النقد الدولي على ٤ سنوات بالتقسيط الممل. وبكنترول كل ستة شهر. وبعد نحكيه وعاد على السوفرينتين نسيونال. ما لا. سيادة الوطنية. السيادة الوطنية. السيادة الوطنية وين اهي. سيادة الوطنية بش جينا فريق من صندوق النقد الدولي كل ثلاثة شهر يثبتنا مرة في البرلمان عام ٢١١١٧ قلت رئيس البرلمان انا ذاك يا سيد الرئيس كامش نكمله في هالمنوال زيد المال زيد الدقيق. نهار تونس شقوم على مصيبة كبيرة. وانا ذاك سألتني صحفية قتلي سيد الوزير ستتنازلون على صندوق النقد الدولي. وطلع ان شاء الله مش صندوق النقد الدولي يتنازل على تونس. وذي لي صارنا طوى منذ سنة. ان شاء الله طول برح سمعت المديرة العامة تتكلم. وان شاء الله ماشينا في الطريق الصحيح. ما يانا ش نقول. نقول للأسف كنت نحب عشر مليون تون. وثلاثة مليار دولار يدخلوا. والسياحة تعود ترجع. ومليون اكتار مطيج بين اراضي دولية واراضي اشتراكية. والذي يعطيهم للمهندسين. والذي يعطيهم للتقنيين. والذي يحلوا بورترادس. ورادس منجمش تقعد بزوص كونتنيريات في الساعة تخدم. راهي تونس تنجم تقسم بين ولادها تقسم الخير. والثروة. هذا بترتيب البيت التونسي وبإيجابة واحدة. ما غير ايديولوجيات وما غير نتعصف عليك وتتعصف عليك. ما هو الدور الاقتصادي للحكومة السنة 2013. هل المشكلة قلة كفاءة؟ الساعة من نجمش يبدأ الدور يلعبوا بها لا دغم الله يرحموا. ولا سيلها دينويرا ولا سي محمد مزالي. نقص كفاءة لا. عليها لا. خذ الكفاءة موجودة في الإدارة وهذا مش تملك راوكي نقول. أما كي تبدأ انت كفاءة وخايف ما عملت شيء. خذ انت كتشد مدير عام إدارة مركزية وما أدراك تحطوا في الحبس عشر ايام وبعد تخرجوا. قالك شنا هو غلطنا. بعد ما عاش يصح عليك حتى ورقة إليها يوصل للروتريت. وهذا لا صاير تو. أهي بسير. وكي تزيد انت تقول أفاعي في الإدارات. وكي تزيد انت تقول خطاب هذا كفاسد وهذا كش يصير 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 نستقف. اليوم تونس ضربتها حاشيك لطف علينا لكل سكليروز. حابس الدنيا وقف. وقف. أنا كي نقول لك العشرين عشرين فلوس موجودين على الحدود تا تونس. شو معنى على الحدود تا تونس. يعني عقوده توقعت. قنترت بن زرطة فلوس موجود. مستشفى القروين فلوس موجود. جلمة تونس فلوس موجودة. ما حطات تحليط المياه في سوسة وفي سفيقس إلا زرات تبدأ. فلوسها موجودة. كيفاش انت يتحرك لأمور. كي يداري يكون متشجعك يوصل بيرو. متفرهد كي ما عندوش الارتكل 96 فقراسو. كي رئيس حكومة أو رئيس دولة أو وزير يشجعه. وأكثر ما اللي يشجعه يا سيمحام. يحميه يعطيك. أنا فهم. يحميه. هو لي هزب يحميه. هو بش يحميه. وبي دي جي ستيج لازم يحميه وزير اللور ويحميه رئيس الدولة. وبي دي جي حشكله ناس والسوند وتونسير وهو يحميهم. هو يحكي معهم. هو يعطي لهم كل جمعة بشوفه وينوسط الأمور. خاطر بلادنا رأوا بلاد عظيمة وكبيرة. مشكلها مش كبيرة يسرها. والحلول قدامنا. تبقى الحلول لازمك ناس متشجع. فيما يتعلق باتحاد ونرجع لهنا في وعلنتم من خلال بيانكم رسميا تضمنكم المبدئي مع اتحاد الشغل. تقرأت وكأنه حزب أفاق تونس أو سيد فاضل عبد الكافي يطلب في ود الاتحاد من خلال المساندة المطلقة تقريبا وتضامنه معه. هذا حاجة تشبه برشا لأفاق تونس وتشبه برشا لفاضل عبد الكافي. شو معناها؟ هي المباتل. أنا أكثر واحد تعاركت مع الاتحاد. ولكن أنا يتعارك مع الاتحاد كي رأوا فيها أضعف الإيمان الصدق. يتحاور مع عبد صادق. قاعد يقوله في الحقيقة. أفاق تونس كان الحزب الوحيد. قاعد 48 ساعة الحزب الوحيد. اللي ما قلته عادلي بيرالي متوحش. نطلب في ود شكون. نطلب في ود حتى حد. تعف نطلب في ود شكون. وفي ود شكون. لا اتحاد ولا أحزاب ولا رئيس دولة ولا رئيس تحكومة ولا حتى حد. أنا نحب نقنع أولاد بلادي بأفكاري. وأفكار الحزب هذي. اللي نجم يبدل لهم حياتهم اليومية. ولهذا كنخرجوا إحنا بيان موساندة. بيان موساندة لش نوع؟ للحق النقابي. إخي يجي عبد يقول خسروا خسروا اللوتورود رقادش مليون. بيه. وما اختيش علموكم بها هذي. علموكم بها هاش هرا قبل. هي ما كتمشي تتفاوت. ما جيش ليلة صلالة ولا تتفاوت. ووقت عاملوا الغريف متاع الترانسبور مش مشيوا ليلة صلالة. بيه. الحكومات اللي نظمة تعيت للاتحاد هو حق نقابي جاسيدي. وبعد نقول وهزوا البريير. أما خير يهزوها البريير ولا هبتوها. يتهز البريير تتعدى مغي ما تخلص. صديقة هي بي كي دو جريف. أه تحب يبلوكي لك لوتورود تصير مأساة يعني. يعني أنت سي أمين وسي محمد تروحوش. طوال عقل شي حاب لازم تتهزل بريير. دونك شوف نخليه ديمة الأمور الجوهرية دكوتي ونمشو الأمور الثانوية. والسيد اللي توقف مبعد فهمه اللي منجمش توقف على أمور نقابي. توقف على حاجة أخرى. على الفاصل 96. ولهذا احنا افاق تونس ما نجموش مبدئيا كيفما حق نقابي. وراء الناس هدومة ونستنيش انه من الاتحاد انها وصارت لي هلف مشكلة ومشكلة. اخينا ومتعف توحات قدامي شكون ايدني وشكون ما ايدني شوين البيانات مخباهم في داري عام الكواترو. اللي ايدني بارك الله فيه والتأييد نجم يكون بتليفون راه. واحنا اللي عباد الحم ودم يعني كي واحد يهز تليفون يقول لك يعطيك الصحة. ولا هاني معاك ولا ارد بالك على روحك. بارك الله فيه من فوق. اتصل بك شكون من الاتحاد بعد التحقيق معاك في قضية تأمر على الأمور. اتصل عندي برشة أصدقات. احنا خليم خليمي سيليش. انا خالك شنو عجي فيولي لامودستي دوسيتوم اللي انا نحب ويسر. سيسليم التساوي. ما نقلنا اليوم احنا الليبيرالي ويسر. شم جايب سليم تساوي يدخل افاق تونس. تعفوش كون سليم تساوي. كان كاتب عام اتحاد. وراجل وواليس في اقصو سلينا وراجل فاذل وخدم الدولة. ومتعدى خلى ذكرى بها. وراجل متواضع وراجل كفء. ورب يكثر منه الناس. هيها وجامعة في قطونس. المحثث ما كانت سهلة كانت سعبة. ولكن اقتنع لي انا ممكن الدولة الاجتماعية الناس كل تحكي عليها. انا اقرب لها في الحلول. والحس الاجتماعي متاعي موجود كيفي كيفهم. الفرق بيني وبينهم انا عندي حلول. وحلولي مش تأميم شركات ومعشان خلص المدينة. دوني الاخرار شي. عليش بجارة خلم. بول كاجامي. امني سيامين. انا رؤى جارة خلم. اه مهاتير محمد. في ماليزيا. 33 مليون ماليزيا. تبدلت حياتهم خاطر جاء عبد بجارة خلم. الشرودر في المانيا. يخي هما تقولوا مستشار ميركل. هي على رأسنا المستشار. انا قابله هذا. يا سيامين. انا قابل مذهبية. مذهبية تصير لي. نمشي. وبعد خمسة سنوات بعد. اتوين سيارة وفي العبد الاخذاء. اخذيه القرارات الصعيبة والصارمة وغير الشعبية. وعشرة سنين. وتوجيه واحد في التاريخ ناري. يكتب كلمة. يقول والله. كالعبد كان صادق وصلح. كما قاعد يتقال اليوم على شرودر. يعني مش. هاو فما اليوم اللي قاعد يصلح في السلطة. سمحني سي محمد. فما اليوم اللي قاعد يصلح في السلطة. قاعد ترا فيه انتي صلح. فما اللي يعتقدون وقاعد يصلح. اه انا نحترم الاراة لكم. انا رأيك من نوع التوينسة اللي موش في راين واللي نستعمى فيه كلام كبير. كان فيما توينسة يراو اللي فما حد اليوم. اليوم في تونس قاعد يصلح. يقنعونا. انا مش مقتنع. تونس قاعد تتهرس اليوم. مش قاعد تتصلح. وكل يوم نزيده ونقدمه كل يوم نخسره اللي بنيناه ساعات على عشر سنين. ساعات على عشرين سنة. ساعات منذ الاستقلال. يعني شوف اليوم مثلا. منظومة الحليب. كعليل الكلابي. وراجل محترم وموظف الدولة. خدم الدولة. ومبعد دخل في القطاع الخاص. يعني الراجل يفهم منظومة هذيك الكل هنتال الحليب. ليه عام ونص يجري من بلاتو لبلاتو. ويكتب في المقالات ويقابل في الوزر. اي ولادي زيدوا 300 فرنج. زيدوا 400. وبعدو لات زيدوا 500. رأوا الفلاح مش واصل. رأوا التجر مش واصل. رأوا الصناعي مش واصل. رأي المنظومة بشتنهار. رأكم مش جيبوا الحليب قروا نص لتر. ايبا وقفنا على كلام علي الكلابي. ليه الرئيس لك احتكار. انا علي الكلابي. الرئيس قمشاله العطرية في الانطلاقة. وقلوا الحليب عندهم. امتاع الياغورت. والحليب هذكا. خالي من الدسم. معنى احتكار. ما تقول ليش فما منظومة الانطلاقة. ايه مش الحمد المدب. ايه. هذي كان فمت وين سيراوا فيه تصليح. فما كلمة قالت انا مش موافقة عليها الكل. انا كلمة تصفية. رأوا ردوا بينها على المصطلحات نستعملوا فيها. هذي تصفية وتطهير. راهوا رواندا قعدة يبنيو فيها بعد ما صار تصفية عرقية بمليون رواندي. مليون رواندي. يعني القائل يقول لازم تتقرى الكتب اللي كتبت على روان. كيفاش بلاد تصير فيها حرب اهلية ومليون. وتصفية عرقية. ومن بعد يجيش كون يجيو عشرين سنين بعد بره وشوفوا اليوم. ايه. اللي هو كان طرف في الحرب. ايه. كان طرف رئيسي. اليوم انتي تحب اه عندك عشرين في المية من توانسة تحت عطبة الفقر. اه تمشي في كين يا سيامين. تلقى الناس تبعث الفلوس بالبورتال. اهي. مش كالدينارين النص اللي تقصوا على. كعملت انتي الفيديو. على تلافهمة الفرنج. ايه فرنج. هما جاوني تلافهمة مية من الفرنج. تيانا تيانا نهل سفيك للحكات. قصوا بنارين وخمسمية وثلاثين. سي فاضل من المرات القليلة. اللي سمعتك في حوار. تذكر حزبك اكثر من مر. يعني اليوم اللي بديت طوى عندنا تقريبا عربعين دقيقة. سميت افاق تونس كذا مر. لانو الانطباع العام. ثم الفاضل عبدالكافي على روحه. وثم افاق تونس على روحه. وكأنو اصابتك. مش وحدك. العدوى من رئيس الجمهوري. جاء الرئيس من خارج منظومة الاحزاء. وحده اوتسايدر. اربح الانتخابات ولا رئيس. شو اللي ننشوفه. ولينا نشوفه في ناس تقدم روحها للساحة السياسية. للتوانسة. على اساس هما قادرين. كافراد. ينجموا يمنعوا البلاد. عندك حاتم بن سالم. ما عندوش حزب. عندك لاميرال عكروت. ما عندوش حزب. غازي الشواشي كان في حزب. خرج منه. ولا وحده. محمد عبو. هو مؤسس طير ديمقراطي. خرج منه. ولا وحده. انت نفسك في افاق تونس. المسار متاح فاضل عبدالكافي هو شخص فاضل عبدالكافي. اليوم من كن استثناء انك احلت على حزبك في كذا مناسبة. هل تعتقد انه تونس اللي مش يصلحها. هو الفرد انه واحد يحمل رجل او امرأة. انه يحمل مشروع. وحده قادر باش يغير بيه. مستقبل البلاد. ابدا. اللي في غير البلاد هو برنامج. هو فريق. وهو قائد. يعني ما عندكش ثلاثة حاجات ذوما. اما القايد مش باسم التعوريف يعني. القايد الحامل للناس. القايد اللي يعرف يختار الناس. وشو منطق الاخ القايد. مش الاخ القايد. الله يرحمه. اه سي محمد شوف انا انا خدمت مع ناس قارين خير مني. واثكى مني. وانا كنت اه المسؤول له. ولي ما هوش في منطق كما انهذا. موش باش ينجح. سي الزعيم الحبيب برقيبة كان وش كون ووزرته. كان منصر مع الله رب يطول في عمره. كيتحل اليوم البوتام بتاع لينام بتاع فرنسا تلقى اسمه. وطلقوا فما قضية كبيرة مع جكال فيلي هو تسمى ومبعد نحا. تلقى عبدالعزيز لاسرم تلقى لسعد بن عثمان تلقى تيجين يشلي. هذو ما قاماته تلقى صدق بحرون. هذو ما قاماته يعني النجم يقولول وراه تلقى صدق محمدالي السويسي. بهاك اوالي. الرئيس بن علي ما عشو نخدم. ما عشو نخدم زادة مع الناس ممكن. يعني تيوريك موقرين اكثر منه هكا. نوريجويني. نوريجويني. مصفى كمال الناس وحمد غنوشي. احمد فريعة. سيتوفيق بكار احمد فريعة وغيره. هذو دونك الفريق اولا الفريق. اولا برنامج الفريق. ثم العبد اللي بش يحمي هذي اللي موش زعين. هو قائد ولكن بش يحمي الناس هذوم. الان سؤالك واضح وصريح. انا مراش السياسة خارج الاحزاب السياسي. حب من حب وكره من كره عجبتهم الاجسام الوسيطة. مدام في بلاد مفهماش محمد بلغلاب وامين. ومفهماش نوردين الطبوبي ولي معاه. اللي هما اجسام وسيط. انت جسم وسيط. والاتحاد جسم وسيط. وانا جسم وسيط. كحزب سياسي. افكارنا محتوطة. اما هذي واحد وحده. الان تقول لي انت تنجمش توصل رئيس دولة كرئيس افاق فقط. تنجمش تجبر الناس كل بش يدخلوا الافاق. محمد بلغلاب من حبه. في سبر الاراء عنده شوية. هكا نقنعو يجي معاي. اما يقول لي محمد انا راو مني ندخل الافاق. اما دعمك. هي شو العجب الكبير. عابد برقماتي في مخ. عاقل سليد. فما ناس اليوم. قراء بياسر منا. ما يحبوا يدخلوا الافاق. سيسليم بتساويها ثاني مرة نعود نسميه. لا سلوى. اللي زاد كذلك جات معنا. دخلوا قبلوا بش يدخلوا وياخذوا كارتنطع افاق. ولهذا. ما فماش يعني. ما نيش خايف مكا فكرة التوانسة اللوح والاحزاب السياسية. التوانسة معاش يحبوا الاحزاب السياسية. ساعة هذي قضية اشكارة والبحرنسة كل ما شاتش. في اي شيء بشرق الباهي والدوني والخارق العادة واللي لازم تخزولوش بالكل. انا متأكد ادي بالوقت صوت العقل بش يوصل للتوانسة. متأكد ولكن لازمها خدمة لازمها يعني تفرغ انا كنقول لك لاي عامين ندور في تونس الكل. انتي تعرفني اش نعمل كل يوم واش كون نقابل وقدش نمشي. ولكن نعم فيه بطريقة مدنية بدون عنف. ما غير عمري ما دعيت لنعرف. عمري ما عديت على عرض الناس. والناس كل عديت على عرض. ناس كل ره. معارضين موالين يحكموا في اما مش مشكلة مش حكاية رهو نقص يعني انا كان يدري تكرني ش قلت في البرلمان التونسي. مش راني نقص نجم زادنا نتكلم وحاشيك نتقبح اكثر من هم. ولكن جو ما نعملوش. خطر انتي سمحني انتي راجع السياسي طرح روحك للسياسة بش ناس تاخو عليك مثال او بش تولي انتي تتيح للمستوى ذك. خطر اسأل حاجة في الدنيا وقلتها في البرلمان. اي قلت لحياة. وانا قلت لحياة زادا. كي اي اغلب التونسي النجم زادنا نطقنها. عنا ما نقول. نطقنها يعني كاي تونسي. عندك سنوات سفاظ موجود تقريبا الخطاب متاعك وواضح ومتوازن وعندك افكار وعندك اهداف اقتصادية واشتماعية وغيروه. عليش ما وصلش للتونسي اليوم. في صبر الاراء ملقى اسمك موجود تقريبا في الخامس. ولكن النسبة وقتين النجم نقارنوها بنسبة اللي مازالت موجودة اليوم بعيد شوي شي على بعض. سيد الرئيس مازال قدم نسكل في صبر الاراء. تقريبا خمسين في المئة. وخمسين في المئة متوانسة. فرحانين بالرئيس. لهم دلك. كهو. هذه ديمقراطية. انتي تدخل في لعبة تقبل. 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 لعبة لازم تتلعب بالنس الكل. بالنس الكل. الصندوق هو الفيصل. احنا ش ما زالنا على انتخابات 24. 18 شهر. اي من هنا يا 18 شهر. تعتقد انه بعد 18 شهر. مش تصير انتخابات في تونس. انا مش نعتقد هذا القانون شي يقول سيد محمد. هو عنده حلين الرئيس كان يعمل الجمهورية الثالثة بالدستور 2022. وجمعا بعد يعيد كما احنا قلنا له اعمل الانتخابات الرئاسية سابقا له اوانا. بعد دي ما يقارن دوغول دوغول عمل سنكون تويت وعمل الجمهورية الخامسة الفرنسية وعمل الانتخابات الرئاسية. ما عملهاش. دونك اللي قانا في الفين وارب وعشرين. في الفين وارب وعشرين يكون لي حادثا حادثا برشا كلام وبرشا اسامي. وراي شو مخاوف انه قانون اللعبة يتبدل في الفين وارب وعشرين. عندي مخاوف. يعني غدوة كي يجي رئيس الدولة يبدل يعني يقول كي باش تترشح انتي. انا خمسين تلس كان برلمان اليوم صعيب خطر ما شاركتش فيه البرلمان. ايه سمحني شوف وقتا عاد اه. ولازم ما فهمها. مهيش مسايبة. هي موازين قوة. لا مسايبة هي موازين قوة. لا هي موازين قوة. موازين قوة. الرئيس عنده الجيش والشرطة معه. شوف. وابدل قانون انتخاب. ايش كنت تعمله. رئيس منتخب على خمسة سنوات. خمسة سنوات يوفي في اربع وعشرين. في اكتوبر اربع وعشرين. في اكتوبر اربع وعشرين لازم تصير انتخابات رئاسية. ما في ماش عم يقطع نيوات. هذه هي القاعدة. والجيش التونسي. جيش جمهوري. والبوليسية. بوليسية جمهوريين. والقضاء. والتوانسة ميقبلوش. والرئيس دي ما كيتكلم يقول انا امتدادنا الشعبي. هو يقول على روحه. امتدادنا الشعبييين. ولا العمق الشعبيين. صدق. صدق القوم. مرحبة. انا كانت عاودة صوته اه ليك ولا السيامين ولا للرئيس ولا الغيره. على راسي. انا ساعي. انا قلت له يا خينا قبلي كده. اوه انا قلت له اوه معمل يروحه مفهمش. اوه خلينا يقولو. انا محمد مغالب من الناس اللي موجودين فيه ييه يريد وريد وريد. ومغير ما عمل حد شي. بايسي بحامد. يلا. خليناه اه اه هذا مهم للحياة السياسية اليوم ولكن زادها فيما يتعلق بالسياسات الخارجية للدولة اليوم. ثم ملف سوريا والترفيع التمثيلية في بعض الأزمة التي صارت. بعثوا دبلوماسي من بيروت و بعثوا دمشق. لتنسيق المساعدات والاهتمام بالجال. لأنه نحن في قوسين لنا نحن البعثة الموجودة في دمشق. فيها ثلاثة من وزارة الداخلية وفيها كونتابلي وفيها عون يعني من الخارجي. اللي هو قائم يعني بشؤون المكتب يعني بشؤون القنصلية. هذه تركيبة البعثة القنصلية الموجودة في دمشق حاليا نزاد دبلوماسي من سفارتنا في بيروت. في انتظار انه نفهم اش معناها قرار الترفيع في التمثيل الدبلوماسي التونسي لدسول. لو كنت رئيس الجمهورية في الازمة هذية شو تعمل في هذا الملف؟ ولا يشوف اولا الاعانات الانسانية وتونس قامت بهذا. وبعثنا في رق من الحماية المدنية مشكورين كما مشاوا التركيا كما مشاوا السوريا. وهذا يراه مش غريب على توانسة ويعطي قيمة كبيرة ياسر للأسلاك متاعنا هذو اللي هم عندهم حرافية كبيرة. الان موضوع سوريا انا من ناس اللي نامن بالوحدة العربية ولكن مش بالطريقة ولا بالتفكير اللي للأسف يخموا عليه العرب من 1948. اللي قال عليها الزعيم بورقيبة نكسات ثم نكسات وانا قريت وعاوت قريت وعاوت سمعت زوز خطابات لبورقيبة. الريحة والبالمريوم. اللي هو اللي حبيت معا في ما هي العلاقات العربية العربية وما هي الوحدة العربية. لازم يعاوض يتماعا في الكلمة ذاك اللي قالوا بورقيبة اللي يخرجوا من قصره في في 73 وهبط للبالمريوم يجري بشيخوا الميكرو ويجاوب على على العقيدة على الكلمة اللي كان يقول فيه ونتحدى ونتحدى. لا الان رجعنا في التحدي اللي غير معقول خاطر الي بوكسي في في العالم فما البواكوك بواكوك وفما البوامويان بوامويان وفما البوالور بوالور ما طلعش انتي بواكوك يدار مع بوالور. ما نعمل في موضوع سوريا ما نعمل. تهز التليفون تكلم بشار الاسد تاخد طيارة وتمشي لديمشق وإلا عن بعد. لا طيارة في الإيماء. شوف سي محمد أنا الطيارة بش ناخذها مني نمشي لديمشق. أنا طيارة بش ناخذها بش نمشي بلايس أخرى في الدنيا اللي ملو فلوس لتونس. خاطر كان زعيم ولا رئيس دولة ولا سميها ليتحب. ما يقوم مش إيجو سنتريك البلاد. وهذاك الكلام كان تقول فيه امريكية على بلادها رأى. إيجو سنتريك ما يخمم إلا على بلاد. خاطر كل لغة اللي نسمع فيها عمت على الصدقات ومسلا. فما صدقات. فما مصالح. كان بعض المصالح خاطر انتي مشيت بكداف المصلحة ارتقات إلى الصداقة على راسي. اخي شيخ زيد مو كان يعطي فيه فلوس. صحيح. التونس من مكتوبه يعني من البلاد الملكي. متاع والتونس الميزانية الدولة. خاطر يحبه رجيبه يحب تونس وكان يراه حاجة كبيرة يسر وهي حاجة كبيرة يسر تونس. ولهذا رئيس دولة بشيز طيارته يمشي تاو مش وقته بش يمشي لسوريا. إن شاء الله ربي يخرج الأخوان السوريين من النكسة هذه اللي هما فيها. نعود نرفع المستوى الديبلوماسي خاطر. ترفع او يمشي السفير غاديك او تعين سفير. والله شوف يا سامي. دعونا نحكي بصراحة. مش تبدل حاجة كبيرة يعني. العالم مش يتبدل يعني. يا احنا مش نبعثه. جامعة الدول العربية يعني نجم ونقف ودقيقة كعرب ونعمل وحوصلة علي قاعد يصير. اتحاد المغاربة يعني عنا اليوم امين عام السيد طيب بكوش. ونحييوه. يعني أنا عمر 22 و50 سنة. يتخلقت الوماعة صغير. وحلم الوماعة اللي يروا كان يصير دمج. كان يصير دمج الاتحاد المغاربي. عندك دو بوان دو كراسانس بربي. كل بلد تزيد دو بوان وحدها. ما حبوش افاموها. اما اليوم الوضع المغربي الجزائري خلال اللي على العقود هذي الكل. ولكن فما اجتماعات الوماعة. ونتلموا امينة عامة. ومقرها في بلاس اخرى. ورئيس الامين العام نجم يجيب. كالشكلية. كالشكلية اذو كل ما احنا خشين ياسر فيها. خاطر كي يقرر دو قول بش يمد اليد والاديناور. اروا عشر سنين قبل اروا دموما انهار تجري. هذم الزعامات. في 58. ما تخوش طيارتك وتمشي لدمشق. فسر لي انت كنت في منظومة السلطة. جربت معنا السلطة. علش رئيسنا ما اخو طيارت وممشي لحتى بلاس. علش رئيسنا ما يزور حتى بلاد. علش ما يزورنا حد. في وقت بن علي اللي ما كانش مودال ديمقراطي. كان المعدل لوقت اللي يضغطوا ميزانية الرئاسة. يبرمجوا ستة زيارات للرئيس وستة استقبالات. في الثلاثة سنين اللي حكومهم قيس سعيد. ما نتصور كم فما ستة رؤساء جاءونا. مع ما لستة زيارات تخلي التعازي. علش. هالعزلة هذي لويه. شو السبب فيها. يعني شو اصاب البلاد انه ولينا منبوذين. سي محمد اذا سياسة الرئيس يتحمل مسؤوليات. انا ما نشف نجاو في بلاستو. اما انت تحب تعمل سياسة اقتصادية. شو سياسة الرئيس ما يحبش يمشي مثلا لامريكا مثلا. ما يحبش يمشي للمالا. لا ممشي لامريكا. لا ممشي ليش في زيارة مشي في قمة. شوف سي محمد انا ما نشف نقعد لا ندافع على الرئيس لا ننقض فيه على سياسة الخارجية يعمل اللي حب هو رئيس دولة يعمل اللي حب. ولكن انت شنية السياسة الخارجية كي عندك اربعين منصب ديبلوماسي في الشغر. بين قناصلة وسفراء. بايش تعملها. وبربي كلمة. كلمة عليك كي حكي انك بنسمو فاهم بتاع الدبلوماسية الاقتصادية. سفيرنا سفرانة محبش نسميه. ما عندوش الميزانية بش عام العشرين مارس. مش تحكي. سي امين مرة حكيت حكاية صديق لايا كبير يسر كان سفيرنا في واشنطن. الرئيس بورقيب الله يرحمه ويناعمه حطنا في احسن نهاش في واشنطن. عام ستين. البطيما بتاعنا ثلاثة يتاجات وقديمة ومعناش فلوس بش نصلي حواها. جاء الامريكاني والامريكان عاد برغماتي. جاء وقالوا السفيرنا اسمع اللغة. تقالوا ساعة السفير تخرشي مسفارة. ثلاثة سنوات. ونحن نخلص عليك الكريه في بلاسة خير. واحنا هذيك. البلون ده ميناجمان جديد متع الامريد واشنطن. ولا راهو كنزة تاج ولا ما نعرف كنزة. لا دي سال اليوم. هرا واحنا بش نبنيوها الكل. وثلاثة سنوات نبعد ترجعوا تاخذنطوما سنكة تاج. وندخليونا عشرة. هذيك ربحنا. بربي العقل السريم شي يقول القضية كمان. مرحبا. مرحبا. اسا في الراس 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 الوزارة الخارجية رسالة ماشية ورسالة جاية. بو هي ماشية مغي ما ترجع. خاطر ما ما جاوبوها الجملة. يعني هذيك يقول جرد قلم. انا في قلب جرد قلم. يعني صحح وزير الخارجية وكان هو خايفي صح الوزير الأول وكان هو خايفي صح رئيس الدولة. اي قابلين باش تخرجوا يمشي ويكريوه. عليك ستوالي عندك خمسة تقان شو ماش تعمل. الوزير اللي يجيك ومحافظ بنك مركزي معاش يخذوتيك. الفيبا والسيبكس والتونيسير واللي تحبنتي تحطو غاتي. السفارات واللي غاتي. ممكن يعني. عقل مصروف. ليه وحاجة عقل سليم. انا ما عنديش بش نبنيها. خيقا مشاكلي فقر مطقع ويجيك واحد يقترح عليك حاجة هكا عقلا تقبلها. وكملو احنا صورة تونس في الخارج اليوم. شوفوا انو تقريبا الموقف اللي اخذي جون لوك ميلاوشان اللاجتة السياسية الفرنسي. يقول في تونس وانو. تونس وانو نوفال ديكتاتور. كي سو دي السيني. وانو. جبدا على الاتحاد العام تونسي للصغل. وجبدا زادة على اللي غاتيو الليبغ. وإليزا فوكا والموحامين. الفرنس دي لبيرتي دو سو موبيليزي. كيفش نجم تقري هذي. وانو فرنسا اللي لازم تتحرك. فرنسا الحريات لازم تتحرك. شوف يا ساعة. اولا هذي مهيش سكوب خطر ذي. او الكلام قاعد يتقال للأسف الشديد على تونس منذ اشهر. في جرائد اسبانية. في جرائد ايطالية. في جرائد المانية. في جرائد فرنسية. امريكية. خلي ما نركزوش على فرنسا. خطر رحنا ديما ليحكي على فرنسا. كأنه يعني ماذا به الاستعمار يرجع. نجم تأخوا البيعي وتلاوح الدوني وتحكي. هذي فاعل سياسي في فرنسا. هو مو يحكمش في فرنسا. باش نستفهم جون لويك ميلانشان. هو معارض. معارض كبير من اليسار الفرنسي. وصديق الحمى الهمامي. هو صديق حميم لحمى الهمامي. وصديق لتونس. هذي رأيه. ولكن مش اول مرة. هما فاعلين سياسيين في تونس يقولوا في الكلام هذي. فاعلين سياسيين يعني احزاب سياسية في تونس في بياناتهم تقرأ كلام. الرئيس طمن التونسا. قالوا ما انا مش في عمري هذا. باش نولي ديكتاتور. هذي كراي فراس قالها دوغول. اي هي. اجابة في كونفرنس دو بريس. قالوا له. هو مو كان عنده برشة ضمار. واحد سألوا. قالوا سيد الرئيس. صحتك كيفاش؟ قالوا انا صحتي لباسا ما تهنراني بش نموت نهار. تقاطر هو كان عنده برشة ضمار. ومبعد قادره ما يشفي له عمري هذا باش نبدأ توني ديكتاتور. والرئيس عاود للكلمة ذيكا. ان شاء الله هيق فعلا نكلمه. الحريات اليوم فما تضييقات كبيرة على هذه الحريات. فما هرسلة للمعارضين. الحقيقة. فما تخويف للشأن العام يعني العبد. اليوم انا مثلا خدمتي كل يوم. ما باش ندخل الناس لافاق ونجيبهم معاي. اليوم برشة ناس في كل كسمة. هاني معك. اخطاني مكتصوير المحنونة انا ويك نسلم مع المعارضين. انا هذي بتاع كل يوم سادية. معاك بوظالية بخوية سايب علي. هذي نعيش معي يوم بيات. لا او ستوتي معاك سي محمد. مزلت السدسات؟ لا انا خير من السدسات. انا في مستوى اعلى في خطر السدسات كي ما تقول دوزيام ديفيزان برابور ستواصل الناس. ملوع رسميا. انا سويت. خطنت تعلمت الجرغان جديد. هذي اس دي سات يشاوروا عليك. استشارة. انتي تبدأ داخل. انتي وحدك ولا انتي ولداتك. مسافر قصد ربي حتى المكة. يشاوروا عليك. ولا ما عرفش كون يشاوروا. وكيل وزير رئيس دولة رئيس حكومة. او مرش كون. بها اس دي سات. الاس ويت ممنوع من السفر. كما قال. اه كما قال شيخ امام. يعني انا ممنوع من السفر. بها. ممنوع من السفر. بها. ممنوع من السفر خطر القضية ديك. تقال الحمسة وعشرين. وما يغذى. ما يغذى. ما يغذى. ما يغذى. ما يغذى ستقطتها لك ويعا迎 تعالى ان ما يڼم! الكادر يجب دتاها القضية. ولله يشوف you they're gonna hit play. قضية صخر. وفاق انا في الوفاق اذا ما نعرف حتى حد. ما نعرف الاسي حكيم صديق. ومشيه تمام القضاء العسكري وما يخذ وما يخذ مجرها. وانا عندي ثقة تامة. قضاء مدني قضاء عسكري. وعندي ثقة في ربي. وعندي ثقة في اللي عملته. وكي واحد ضمير مرتاح. وكل كلمة الشهيرة اللي ملي ملي هالي محامي متاعي. ولا المحامين نزوز متاعي. نشكرهم. الاستاذ سرحان خليف والاستاذ علي الخالدي. لم ولن اتآمر على امن بلدي. عائلتي عمرها ما اتآمرت. وعائلتي حربت الاستعمارة التونسي. وناس ابنات والدي كان من موظفين السامين اللي بناه دولة السياحة. وزارة بناه الدولة المستقلة. امي كانت استاذة في المدارس. عائلتي لكل خدمنا الدولة. ما تآمرتش على بلدي. تأكد ولا تنفي وانه علاقتك بذلك الملف فقط وانه جاوبت على المساج جيك ببعد انترفيو بلايك. هاي صحيح هذا كسار. صباح. يعني ايه هذا كسار. وتوت فصادي قلتها برش مرات. يعني اه جاني انا رجل في الشأن العام. ولازم ينقابل عشر وعشرين وثلاثين شخص في النهار. ونهار تدي ما تقابلش عشر ناس اجدد. ماهوش نهار باهي بنسبة لي. خاطر انا نمشي. وكا كلمة الاتصال مباشرة. برجي بغي جنون لطيسة مباشرة. ما مش تقعد مع الناس. مثلا هني في استوديو عرفت على زوزم الناس. ان شاء الله كلامي يقنحهم. حتى كما يقنحهم شاكاية ولو يعرفوني. هاي هذي اوكي مشيت القليب يا اخي انا في قهوة فيها ثمانين واحد. ما نعرف حتى ثمانين واحد. والسؤالات ضرب عشوائي يعني نجميس لك علي تحب. وانتي واقف. اخويا ما اكترح روحك لشان العام. ما تجيو بتتحمى سورياتك. انا توا بش نقعد نحكي على كل واحد نحل عليه كتاب قبل ما نبدأ نحكي. ما مش معقول. ما عنديش وقت وما عنديش الامكانيات للبشرية. للمادة. جاء شخص قالي افكار كاسر تعجبني وانتي اللي نرا فيك رجل المستقبل. بارك الله وفيك. وهذه حاجة تعزني. وكا. رئيس الجمهورية اليوم في كلمة بش تتوجه له كلمة في جملة شنو تجمد قلو اليوم قيس سعيد. رد بالك على تونس. نجلة ابو دن. ما حقيقش تقبل اللي قاعد يصير. واضح. شكرا لك. بارك الله وفيك. سيد فاضل عبد الكيفي رئيس حزب افق تونس شكرا جزيلا. شكرا سيد محمد. لم ولن اتآمر على تونس. محليها الاجابة. نصلاقه ان شاء الله غدوة الحي. تونس امانة بدين الناس الكل. لم ولن نتآمر الكل على تونس. تونس بمحبتنا كل حد يحبها من وجهة نظره. واللي يغلط في حقها بطبيعة حالي يخلص بالقانون. نطلقه غدوة دمتم في ميل اللح.